موسيقى العراق هو مهد الحضارات والأرض التي علمت الإنسانية جميعا عدنا مقبلين على إقامة بطولة الخليج التي ستجمع الأشقاء العرب بلغة ودين واحد وجمهور عربي متفاعل حب لهذه اللعبة سيكون متواجه على طير السنين التي رأيناهم احتضنت البطولة أرض العراق منذ 43 سنة حسب ذاكرة تقرأ بالتسعة والسبعين وكلنا أمل ومتفائلين بأن تكون هذه النسخة بكل طياتها وبكل فرقها اللي راح تشارك قمة بالمستوى للكرة العربية وبالخصوص للكرة الخليجية وإن شاء الله الفرصة تكون الأوفر للفريق اللي يقدم المستوى الأعلى كرة القدم تقدمت إلى مستويات عالية وما دعنا نشوفها بكأس العالم حاليا إن شاء الله يكون نسخة اللي راح تنظمها الجمهورية العراقية نسخة متميزة عن كل النسخات اللي جرت طيلة هذه السنوات السابقة أكيد البطولة إذا قيمت في البصرة سوف تنعكس على حياة الشعب العراقي ككل الحياة الاجتماعية والحياة السياسية ننقل صورة بأن الوضع في العراق آمن والدول كلها مرغوبة فيها في العراق بدون أي مشاكل لأنه يوجد صورة عن الشعب العراقي أو عن العراق بحد ذاته بين أنه يوجد مشاكل يوجد تفجيرات ووضع غير آمن فأكيد البطولة إقامتها في العراق هي راح تنقل صورة طيبة عن العراق وعن الأمل في العراق بالحقيقة بعد 43 عام على آخر بطولة استضافها العراق بالتسعة وسبعين اليوم إن شاء الله راح نشهد عودة كأس الخليج إلى العراق وبالتحديد إلى مدينة البصرة البطولة حقيقة جهود كبيرة بدلتها ابتداء من الحكومة العراقية إلى وزارة الشباب يعني هي ملف كان طويل أكثر من وزير سعب هذا الموضوع توجه أنه موافقة الاتحادات الخليجية على إقامتها البصرة وهو يعني يعتبر نحن العديد يشكل على موضوع أنه أهمية البطولة لا أنه نعتبرها البطولة مهمة جدا من حيث أنه البنى التحتية الموجودة بالبصرة عيدت صيانتها من جديد تهيئتها بشكل كامل ملعب الميناء كان غير جاهز اليوم جهز ملعب الميناء لأن البطولة ستقام فإن شاء الله العراق سيثبت للاتحادات العربية الآسيوية والاتحاد الدولي أنه العراق جاهز من جميع النواح خاصة موضوع الأمن طبعا البطولة حقيقة العالم ينظر لها أمنيا ولهذا إن شاء الله بعد البطولة راح يكون ملف رفع الحضر جاهز نتمنى المنتخب العراقي ومع المدرب الجديد أن يظهر بمستوىات جيدة وإن شاء الله يبني منتخب جيد لتصفيات كاس العالم مقبلة مرحيم طبعا نحن نتشرف أنه يكون خليجي الخليجي إن شاء الله يكون في البصرة بصرة الفيحاء وإن شاء الله يكون حضور جماهير كبير والدعم إن شاء الله لمنتخبنا الوطني والتوفيق عليه والتوفيق إن شاء الله في تنظيم البطولة وإن شاء الله نكون صندلنا جميع أخواننا الخليجيين ونشرف بهم بقدومهم وراح تكون إن شاء الله بطولة تليق باسم العراق طبعا وباسم المنظمين هذه البطولة اللي هي عزيزة علينا وإن شاء الله يكون العراق أول بهذه البطولة ويكون دعم جمهور كبير ونطلبنا أخواننا جمهور الحضور جماهير الكبير لمساندة منتخبنا الوطني أولا والاحتفال بهذا المهرجان الكبير إن شاء الله وأيضا نوجه لكل إخواننا العرب بالحضور ونتشرف بهم وهذا بلدهم الثاني وبالتوفيق إن شاء الله لجميع الفرق المشاركة طبعا البطولة من تقام بالبصرة هي إيجابياتها أكثر من سلبياتها الإيجابيات من جانب الاقتصاد فهي أمور إيجابية بالنسبة للبلد أمام الجانب السياسية فهي شنو نطي طابع للدول الجوار بأن العراق بلد آمن وبلد مستقر سياسيا واقتصاديا وفنيا كلنا أمل إن شاء الله في افتتاح بطولة الخليج بطولة الخليج 25 التي تستقام في العراق مدينة البصرة ثغر العراق الباسم نتأمل خير إن شاء الله من هذه البطولة فنيا وإداريا من ناحية الإدارة والإدارة اللوجستية كلها كاملة يعني الاتحاد الكرة قدم المركزي واتحاد في البصرة كلها مهيئة حاليا يعني جاهز للإقامة البطولة من ناحية الإدارة أما من ناحية الفنية المتقبة بالعراق إن شاء الله جاهز على أتم الوجه وإن شاء الله يوم مشاركة ثمان فرق قوية ثمان فرق نعم تبني أعتقد يوم خمسة بالشهر خمسة واحد سنة 23 نتأمل من الجمهور العراق أن يحضر هذه المباريات الكبيرة والجمهور يحب أن يشوف هذه البطولة لأنه بطولة حقيقة يعني تعتبر بطولة رسمية هي نتأمل من الشعب العراق أن يحضر مباريات ويشوف هذه البطولة نحن كل نسافر إن شاء الله للمشاهدة هذه المباريات الجميلة إن شاء الله وكلنا أمل ومحبة نحو الخير والسلام لأن البطولة تجمع الرياضة تجمع على المحبة تجمع الخير والبركة إن شاء الله تلمي الشعب تتوحدهم تلمي الشعب العراقي هذه البطولة سوف تأتي ثمارها لأنه من نجاح البطولة نجاح الاتحاد مركزي لعبة في العراق كل هذا قدم بالذات نرحب بأشقاء العرب في الخليج العربي في بلدهم الثاني العراق الحقيقة إحنا أكثر من 45 سنة نفتقد لخليجي 25 وإن شاء الله خليجي 25 يكون بالصبغة العراقية الحقيقة إحنا كنا ننتظر هذا المحفل الكروي بين أخواننا في الخليج العربي يكون في بلدهم الثاني العراق لأن الحقيقة إحنا للحروب وفترة الفترة الماضية منعتنا باستضافة خليجي 25 وإن شاء الله يكون خليجي 25 هو من البطولات إن شاء الله الجيدة التي ترتقي بالشيء المطوب والجيد خلال البطولة الخليجية وحقيقة قد تم إنشاء المدينة الرياضية التي تحتوي على ملاعب دولية منها ملعب جدع النخلة التي يحتوي على 65 ألف متفرج وملعب البصنة الدولية كذلك يحتوي على 20 ألف متفرج وكذلك إلى مستشبهة بالطب الرياضي وفنادق وسكن وإن شاء الله نكون عد حسن ظن الجميع ونتشرف أن تكون هذه البطولة في بلدنا العراق في مدينة البصرة ونتمنى للجميع الموفقية والنجاح إن شاء الله سوف تقام بطولة الخليج في مدينة البصرة الفيحاء إن شاء الله بتواجد كافة الأشقاء الخلاجية ونتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله إن شاء الله العراق سوف يكون محط أنظار الدول الخليج جميعا ودول المجاورة كافة إن شاء الله يتوفق العراق في إقامة البطولة من كل النواحي التنظيمية والإدارية وإن شاء الله تحقيق نتائج جيدة لمنتخبنا الوطني ونقول لهم أهلا بيكم والبيت بيتكم ترجمة نانسي قنقر